نعود إلى تعزه ثقال مدير مكتب الصحة بالمحافظة عبد الرحيم السامعي إن عشرة أشخاص توفوا بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري وقال السامعي في تصريح ليمن شباب إن الوباء ينتشر في المديريات الأكثر جفافا مثل التعزية وماوية وأن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا بلغت ثلاثة آلاف وسبعمائة وواحد وثمانين حالة منها مائة وثمانية وتسعون حالة مؤكدة من المختبر المركزي بدأت الإسهالات المائية الحادة تنتشر وبقوة في محافظة تعز ويعود السبب إلى أن هذه المحافظة الجميع تناسى أنها محاصرة لمدة أربع سنوات حيث نتحدث عن الحوادث الفردية داخل هذه المحافظة لكن ننسى أنها محاصرة منذ أربع سنوات فقد وصل عدد حالات الإسهالات المائية الحادة والمشتبه بالكوليرا إلى ثلاثة ألف وسبعمائة واحد وثمانين حالة منذ بداية العام مائة وثمانية وتسعين حالة مؤكدة بالتزريع داخل المختبر المركزي أنها مصابة بمرض الكوليرا وهناك عشر وفيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر